طيب أنا هاخد من كلام حضرتك يعني بما إنا إحنا ذكرنا الإنسان الإنسان طبعا نتكلم عنه عشان حاجة مهمة نعرف أهمية المية بالنسبة لجسم الإنسان وبالنسبة لنا لو حضرتك تدينا برضو فكرة عن أهمية المية لجسم الإنسان تمام إحنا نمسك كده يعني من أول برة من جسم الإنسان من برة المية مهمة جدا لترتيب جسم الإنسان والضبط درجة الحرارة بدليل إن إحنا لما بنتوجد في درجة حرارة عالية الإنسان على طول جسمه بيبدأ بالتعرق علشان يرطب الجلد من بره المية مهمة جدا لعمليات الهضم يعني من غير المية الإنزيمات الهضمة بيبقى صعبة جدا أنها تختلط بالطعام صعبة جدا أن تدوب فيه الأكل اللي بناكله فيه مواد بتبقى لازم تدوب في المية علشان الجسم يمتصح فأنا لو ما عنديش مية كفاية جوا الجهاز الهضمي مش هستفيد من المواد دي الإنسان ممكن يصاب بالأمراض زي مثلا جيله الإمساك الشديد من عدم وجود المية المية يعني حاليا بيتقال عليها في كثير من حتى بعض الأبحاث العلمية إنها كائن حي لإنها لازم تجري بدليل إن إحنا بنشوف إن الجسم الإنسان طول ما هو الدورة دموية بتجري الإنسان بيبقى حي لكن لما بيحصل لها ركود الإنسان بيهبط كده يعني ممكن يتوفى كمان لو الدم ما وصلش ما الدم يعني المكون الرئيسي فيه المية لو ما وصلش للموخ الإنسان ممكن بيفقد حتى الوعي فدي أهميتها بالنسبة لجسم الإنسان بتصبت طبعا نسب السكريات اللي في الجسم الأملاح اللي في الجسم المية تعتبر يعني بتساعد لإن هي موصل جيد للكهرباء وجسمنا فيه كثير من الأعضاء اللي داخل جسمنا بتشتغل بالكهرباء الكهرباء فهو جسم المية دي تعتبر هي البطارية اللي بتوصل الكهرباء لكل للخلية العصبية للأجزاء أو الأعضاء الداخلية الأساسية للقلب للكلة للكبد عشان يشتغلوا صح محتاجين المية الانزيمات كلها ما بتبقاش اكتف إلا في وجود المية ترجمة نانسي قنقر